واضح قسيس أنه كان المسيح يهاجم هذا النوع من الإيمان اللي هو مظاهر التدين الخارجي وكان بهاجم الرياء الديني اللي كان موجود في تلك الأيام وتكلم عن تصحيحا لهذه المفاهيم سمعتم أنه قيل للقدماء أو ومتى صليتم ومتى صمتم كان بيعطي البعد الروحي كان بهاجم التقاليد الناس هنا بتصوم الناس هنا بتصلي الناس هنا بتدخل الهيكل المظهر حلو قوي الشكل العام كل الناس يقوله لكن يسوع نفسه لم يقتنهم على نفسه لأن في صفر أرمية يقول أن الرب فاحص القلوب المختبر والكلام أنا مش هقدر أخدعه ممكن أخدع نفسي لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس لدرجة أنه ممكن القلب يخدع الإنسان نفسه لكن الله النهاردة بيكشف لنا الحقيقة دي عشان ما عش في هذا الخداع الظاهري أن أنا مؤمن أيوة أنت مؤمن وأنا بقر معك مؤمن بس هذا الإيمان الظاهري اللي بيسوع بيكشف حقيقة القلب فيه لا يؤدي بك إلى حياة أبدية لكنه مضر الحياتك فلابد أن تمتحن قلبك هل إيمانك إيمان حقيقي أم أنه إيمان ظاهري